أجرت عناصر الخضر حصة تدريبية خفيفة صباحا اليوم في غياب سليماني للإرهاق وسوداني للإصابة أين من المحتمل أن يغيب عن المواجهة وهي الحصة التي كانت مغلقة أمام وسائل الإعلامة مفاة تلفزيون النهار إلى الجابون بيلال هرنون بعث بالتالي بعد تعدل المخيب أمام زنبابوي أجر المنتخب الوطني حصته تدريبية الأولى التي فضل جورج ليكاس أن تكون مغلقة في وجه وسائل الإعلامة من أجل تركيز اللاعبين والتحضير للمباراة الثانية أمام المنتخب التونسي من أمام ملعب مواندا بمقر إقامة المنتخب الوطني كان ما كن بيلال هرنون لتلفزيون النهار هذا وأكد موفاة تلفزيون النهار إلى الجابون من معاناة هلال العربي سوداني من ألام بعد تجدد الإصابة التي كان يعاني منها قبل الدورة وسيغيب بنسبة كبيرة أمام المنتخب التونسي يوم الخميس